بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقفات مع آيات الصيام الدرس الرابع والعشرون أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الوقفات مع آيات الصيام والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء ورحب بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم لا يزال مستمعين الكرام الحديث موصولا حول صدقة الفطر تلك التي ختمنا بها الحديث عن العشر الأواخر وفضلها وما ينبغي لمسلم ليلة العيد وقد تحدث فضيلة الشيخ عن حكم صدقة الفطر وعلى من تجب ومتى تخرج وإلى من تدفع وسؤالنا فضيلة الشيخ في مطلع هذه الحلقة هناك من يطلبها وقد لا يكون مخرج صدقة الفطر عارفا بحال عالما به فهل يدفعها له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمن طلب صدقة الفطر وهو لا يعلم حاله فإنها تدفع إليه لأن هذا من إعطاء السائل فإن كان في نفس الأمر مستحقا لها قد بلغت مكانه وإن لم يكن مستحقا لها فالإثم عليه أما من عرف بالغنى وعرف أنه غير محتاج إلى صدقة الفطر فإنها لا تدفع إليه ولو سألها لأنه ليس بفقير أيضا في الحلقة عن صدقة الفطر شيخ يرى البعض يأخذها ثم يبيعها قد يكون فقيرا ومحتاجا للمال واكتفى بما أخذ من المتصدقين ثم ما زاد وما فاض يبيعه لا بأس بذلك إذا دفعت له صدقة الفطر ما لكها هو يتصرف فيها حسب مصالحه إن شاء أكلها وإن شاء أخرجها عن نفسه فطرة وإن شاء أهداها وإن شاء باعها وأخذ ثمنها لأنها أصبحت ملكا له يصرفها بحسب حاجته ولو رؤي لديه الكثير منها تدفع له ما دام أنه فقير تدفع له الحمد لله بسم الله إليكم فضية الشيخ المسافر أين يخرجها يا شيخ في البلد الذي هو فيه أم في بلده صدقة الفطر تابعة للبدن ففي أي مكان حالة يعني ثبت دخول شهر شوال وثبت أنه يوم عيد فإنه يخرج زكاة الفطر في هذا المكان الذي هو فيه إذا كان فيه فقراء فيعطيها لفقراء ذلك البلد من المسلمين البلد الذي هو فيه وإن وكل من يخرجها عنه في بلده فلا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم فضية الشيخ لكن الأفضل له أن تكون في البلد الذي هو فيه أم الأفضل أن تكون في البلد الذي هو فيه ما دام فيه فقراء من المسلمين نعم خرجها عنه وعن من ينفق عليهم نعم وكذلك من يمونهم تجب عليه فطرتهم يخرجها مع فطرته في البلد الذي هو فيه وإن أمرهم وإن أمرهم أن يخرجوها في بلدهم عنهم فيخرجون فطرتهم في بلدهم وهو يخرج الفطرة عن نفسه في البلد الذي هو فيه وإن أمرهم أن يخرجوا عنه وعنهم في بلدهم فلا بأس وإن أخرجها عنه وعنهم في البلد الذي هو فيه كل هذه أمور جائزة ولله الحمد نعم أحسن الله إليكم هؤلاء الشيخ بالنسبة للوكيل ما الأولى للمرء أن يتحرى في الوكيل في مثل هذه الأمور تحرى فيه الثقة والأمانة وأنه سيخرج صدقة الفطر في وقتها وبمقدارها وأنه سيدفعها للمستحقين إذا وثق به من هذه النواحي وكله نعم ولو كثرت الوكالات لشخص ما لا بأس أنها تدفع إليه مادام يستطيع أنه ينفذ الوكالات لأن صدقت الفطر موقتها بوقت محددة بوقت فإذا كان الوكيل يستطيع أنه ينفذ الوكالات في الوقت المحدد شرعا ويوصلها إلى مستحقها جاز له قبول الوكالات وفي هذا تعاون مع إخوانه المسلمين أما إذا كان لا يستطيع أن ينفذها في وقتها فلا يجوز له أن يتوكل في دفعها ولا يدفعها الدفع المجزي المشروع نعم لو تأخر الوكيل شيخ في إخراجها الإثم على من هنا؟ إذا تأخر الوكيل عن إخراجها في وقتها يكون الإثم عليه على الوكيل نعم وهل للوكيل أن يوكل في مثل هذه الحالة؟ له أن يوكل غيره من من يثق به من من يثق به في إعطاء صدقة الفطر إلى من يستحقها وأن تكون أيضا من النوع المجزي وأن تكون في الوقت نعم هل تعطى للوكيل دراهما أم تعطى أين منها؟ يجوز أنه يوكل من يشتري صدقة الفطر نيابة عنه ويدفعها في الوقت المحدد يجوز هذا ولكن أن يتساهل الناس مثل ما في الوقت الحاضر ويدفعون دراهم إلى الجمعيات أو إلى من يقبلون الوكالات بكميات كبيرة فلا يستطيع الوكيل أو الجمعية أن تنفذ هذه هذه الصدقات في وقتها وبالنوع المطلوب شرعا فإنه لا يجوز دفعها إليهم فإذا وثق من الوكيل أنه يشتري ويكيلها ويدفعها في وقتها جاز أن يعطيه دراهم أما إذا كان ما يثق منه أو لا يعلم عن حاله وماذا يعمل فلا يجوز له لأن هذه في ذمته عهدة في ذمته وهي كما ذكرنا هي محددة بوقت محددة بنوع من الصدقات ومحددة بجهة معينة وهم الفقراء نعم إذا علم المتصدق بزكاة الفطر أن هناك فقراء في غير بلده وأنهم بحاجة مس من الفقراء الموجودين قريبا منه فهل هو أن يخرجها إليهم؟ له أن يخرجها إليهم لكن بالوقت المحدد إذا كان البلد الذي فيه فقراء بلد بعيد ولا تصل إليهم إلا بعد العيد فإن هذا لا يجزيه لا بد أن تصل إلى الفقير في وقتها في وقتها قبل صلاة العيد نعم الآن بتوفر الله الحمد وسائل الاتصال الشيخ ممكن أن تحول الأموال إلى شخص ما ومن ثم يدفعها أو يشتري بها ما يؤديه في وقتها فإن هذه الحالة إذا توفر هذا إذا توفر هذا فلا بس نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ لعلنا والحديث حول صدقة الفطر التي تفعل في يوم العيد وقبله بليلة وليلتين أن يتحدث عن بعض مظاهر الفرح التي قد تصل ببعض المسلمين إلى فعل بعض المنكرات ربما من الاختلاط ربما من الإسراف المخية وما إلى ذلك فكلمة توجهية أفقكم الله في هذا الفرح في يوم العيد مشروع لكنه الفرح المباح في حدود المباح كالأكل والشرب والزيارات واللقاء بين الإخوان هذا فرح مشروع وفيه ابتهاج بنعمة الله والمسلم يفرح بهذا اليوم من أجل أنه أدى عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان وفرغ منها فيفرح بهذه النعمة التي وفقه الله إليها وكذلك يفرح برخصة الفطر الذي كان ممنوعا في أيام الصيام من الأكل والشرب وتناول المشتهيات المباحة فيفرح بالفطر كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي فيفرح بما أباح الله له من الطيبات ويأكل ويشرب ويلبس الزينة من غير سرف ومن غير مخيلة أما إذا خرج الفرح إلى الفرح المحرم كفعل الفواحش أو تضييع الصلوات أو استعمال له المحرم وغير ذلك من الأمور المحرمة الفرح لا يكون بالمعاصي ولا يكون بالمحرمات وإنما يكون الفرح في حدود المباح في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب والزيارات واللقاء والتوسع على النفس وإظهار الغفطة بهذه المناسبة العظيمة ولا يكون ذلك بالمعاصي والمخالفات تضيع الصلوات ويكون باللهو واللعب والأغاني والمزامير والطبول وشرب المسكرات والمخدرات أو غير ذلك نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم لو ختمنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالحديث عن فضيلة ستي أو صيام ستم من شوان والحديث حول هذا يعني نهاية رمضان وبداية شهر شوان كذلك مما يتبع به شهر رمضان من الطاعات صيام ستة أيام من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر فيستحب للمسلم إذا فرغ من صيام رمضان بعد يوم العيد أن يصوم ستة أيام من شوال في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره ليتكامل له هذا الأجر وهو أنه كأنما صام الدهر يعني كأنما صام السنة لأن الحسن بعشر أمثالها فشهر رمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين والسنة اثنى عشر شهرا فمن صام رمضان وصام هذه الست بعده فكأنما صام السنة كلها في الأجر والثواب وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فيستحب صيام هذه الأيام الستة من شهر شوال وقوله صلى الله عليه وسلم من شوال يدل على أنه سواء صامها في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره أن كل ذلك جائز لأنه من شوال ولكن المبادرة بعد يوم العيد أفضل نعم مجتمعتنا ومتفرقة كذلك يصومها مجتمعها أو متتابعة لأن الحديث مطلق ستة أيام من شوال ولم يقل صلى الله عليه وسلم متتابعة نعم لو كان عليه شيء من القضاء شيخ في رمضان هذه مسألة خلافية بعض العلماء يقول إن من عليه قضاء لا يصح له أن يصوم من شوال حتى يكمل القضاء نعم وبعض العلماء يقول هذا من باب التطوع والقضاء موسع وإذا كان الفرض موسعا جاز التطوع قبله مثل الصلوات الخمس نعم وتطوع قبلها فهذا منه والمسألة خلافية والأحواط إن الإنسان يكمل ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة الأيام من شوال لأن ظاهر قوله صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أنه لا بد أن يصوم رمضان كاملا فإذا كان عليه قضاء منه فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميم مجيب أيها الأخوة المستمعون الكرام في ختام هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فجزاه الله عنا خيرا وبرك في عمره وعمله إنه سميم مجيب وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى هذه تحية من زمين عبدالله عريف الذي سجل لكم هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته